تجري باكستان هذه الأيام حملة تطعيم جماعية ضد التيفود في وقت تتعامل فيه الفرق الطبية مع تفشي سلالة مقاومة للأدوية من المرض تزيد من خطر انتشار العدوى على الصعيد الدولي وأطلقت الحكومة الباكستانية التي تكافح بالفعل تفشيا لشالل الأطفال وحمى الدينج حملة تطعيم ضخمة بتمويل أجنبي في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني وذلك بعد أن أصيب ما لا يقل عن أحد عشر ألف شخص معظمهم أطفال بسلالة مقاومة للأدوية من التيفود منذ عام 2016 وقال جيمس فولكر المتحدث باسم مبادرة كافي التي تدير الحملة بتمويل من مؤسسة بيل وميليندا جيتس إنه جرى تطعيم نحو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف طفح في الأيام الأربعة الأخيرة وذلك في كاراتشي ومدينة حيدر أباد المجاورة حيث تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة والسلالة الأخيرة مقاومة لجميع المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج التيفود باستثناء واحد فقط ويقول خبراء الأمراض إنه في حالة اكتسبت تلك السلالة مقاومة لهذا العلاج النهائي فإن معدلات الوفايات بين المصابين قد ترتفع بشكل كبير يمكن أن يصل إلى عشرين بالمئة ترجمة نانسي قنقر